انا الاوان وحشتوني انا الاوان نرجع لبعضينا ونرجع لليالي زمان اراهن اذا كان حد فيكو يقدر يقولي ما هو اصل كلمة يتكعور فكروا كده الكلمة دي جات منين تكعورة يعني ده الفعل يبقى طويل قوي انما هي كلمة اعتقد كده لما احكي لكم الحكاية اللي انا بك هقولها لكم دلوقتي هتعرفوا الكلمة جات منين يتكعور لما انا اتكعورت هقولكو اتكعورت ازاي اتكعورت زي ما تحط الكورة والنتيجة انك تكون اتعورت فتبقى اتكعورت انا اتكعورت الحكاية ان انا ايه ده استنى يا سيدي بس علي ايه اللي انتو حطينه على الشاشة ده دليل يعني مش قادر تستنى المخرج مش قادر يستنى يعني ده انا شامتان فيه يعني انا عايز اعمل شوية ساسبينس كده وليد عشان نوصل للحكاية المهمة انا سبتكو في رمضان سجلنا حلقات رمضان انا الاوان في رمضان وكانت حلقات ممتعة وجميلة انا شخصيا استمتعت بيها زي ما انتو استمتعتوا بيها وضيوفي الجمال وكانت حلقات مبهجة يعني كلها فرح وبهجة وانبساط لاننا في ليالي رمضان بنجتمع في البيت بالليل والأسرة كلها بتحتفل في الجو الرمضاني الجميل ده وخلصنا الحلقات وانا قلهم يلا نسجل يلا نسجل علشان عايزة اسافر واخد الاجازة بتاعتي في الصيف واروح لجوزي في امريكا جوزي بشتغل ما بين مصر وامريكا الدكتور طلال واصل ربنا يديه الصحة ويخلهولي فبقى مستني عايزة اسافر لزوجي العزيز وسافرت خلصنا وبقينا نشتغل بأيدينا وسننا ونسجل حلقات كتير وإيه وسافرت الرحلة عشرين ساعة فطبعا قعدة بقى في الرحلة دي عمالة خطط هعمل ايه اول موصل امريكا وجوزي هيفسحني فين وهشوف الحفيد الجميل يوسف ونفطر مع بعض في رمضان في امريكا ووصلت ووصلت الساعة تسعة بالليل وطبعا تعبنا وهل كان بعد الرحلة الاربعة وشرين ساعة دي ونمت فرقت توقيت عشر ساعات فسحيت الساعة اربعة الصبح بقى يعني بتشمله لو عايزة ابتدي الاجازة فحنزل اروح السوبر ماركت واجيب حاجات عشان اطبخ الفطار بتاع رمضان الاحتفال العائلي وانا لسه وصلة لهم بقى وحعمل لهم الاكل المصري والملخية والمحشي والمسقعة والحاجات الحل جبت الاكل ودخلة من الباب ما مرش علي 12 ساعة في امريكا ما كملتش 12 ساعة واتكع ورد نزلت لقيت نفسي فجأة بدون مقدمات نازلة على السلم في البيت كده عندنا لقيت نفسي رحت طائرة وايه وعارفين الافلام عارفين في الافلام دررن 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 اللي هو بقى ايه رجلي جت تحت ايدي معرفش راسي لاحت فين المهم ان انا تحولت ايه لكورة واتكعورت على السلم دب 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 وكل مرة بقى خبتة 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 وانا طبعا اللحظة دي يا جماعة لحظة الوقوع دي بتبقى لحظة سريعة جدا اللي هو بقى وانا بقى ايه اللي هو زي الافلام فعلا يعني واتكع ورد وطرت وعملت لاندينج على ضهري ورجلي وقع راجلي مش كده ولا ايه وليس دي اللي فرحان فيا بالضبط والله العزيم ثلاثة بالضبط اللي هو وعمل بقى اقول لي جوزي راجلي انكسرت العدمة انشرخت هي انشرخت فعلا اسمانة ترجقت فعلا ترجقت الانسجة والتمزق وانا بقى قاعدة على الارض وعمل كده عمال اقول لي جوزي اه يا راجلي اقوى بسرخ فعلا والايت رجلي دي بتكبر كده وكورة بقى وبتتحول لاشياء كتيرة افتكرت طبعا ماري مونيب لان وجع كان جامد جدا بس هي بتمثل مية مية كأنها فعلا اتكسر جوزي بقى دكتور طلال ده راجل محترم جدا والحقيقة عصابه هادية جدا ويعني قليل الكلام هو عالم عالم في التقل نووية فلكم ان تتخيلوا العلماء اللي هو في عالم وانا اللي على طول اتكلم وهو فيعني يمكن بيكلمني كل ثلاثة يام كلمة فبس لي كده وانا قلت له تلج هاد لي تلج طبعا هو في سهول لان اللي انا بحكه لكم ده كله لحظة لحظة نتجتها دي وريهم بقى نتجتها يا استاذ شايفين المهم فال بعد الكعورة واللندنج قلت له هاد لي تلج هاد لي تلج جاب لي بقى التلج والكادر ده غريب جدا يا جماعة الحقيقة ومفروض بقى ان يعني وقف كده نزل عليه سلام الله ومفروض ان هو ينقلني بقى يعني يساعدني في الانتقال يأخذ بيدي يعني فانا طبعا اللحظة اللي انا قاعد انتظرها كل حياتي بقى يشلني بقى يعني يشلني عشاني قاعدني عالك انا بقى يدلعني بقى فطبعا هو بس لي كده وقتالك وقال لي فطبعا ما شلنيش مش كده ولا يا وليد انا طبعا يعني مش زي ما نمونيبه لحاجة يعني بس هي الواقع حبكة الحقيقة هو موقف صعب جدا ان الانسان يمكن لما دفرنا بيتكسي يقول اه دوفريك كاسا احنا بنهول كل حاجة بكبن يا ادمين الحمد والشكر لله الواحد لازم يعرف قيمة كل جزء من هذا الانسان يعني شيء اختراع الخالق سبحانه وتعالى ما فيش حاجة احنا مش محتاجينها لما بتفقد حاجة بسيطة حياتك كلها بتتدمر انا لقيت نفسي طبعا معتمد اعتماد كامل على زوجي لانه هو اللي بيأكلني وهو اللي بيشربني وهو اللي بيوديني وهو اللي بيجبني وبعدين بقى روحنا المستشفى لازم نروح للمستشفى الرجلي بقى تقدي كده مش هقدر اوصف لكم بقى غرفة الطوارق في المستشفى واللي عملوا معايا في المستشفى الامريكاني لازم ادخلكم معايا غرفة الطوارق الطوارق في المستشفى الامريكي ده وانا راجع من المستشفى الصورة دي يا وليد اه يا عفريت مفروض الحاجات دي بعتها لكم عن ثقة يعني بيني وبينكو اصبعات للجماعة هنا وقلت لهم يا جماعة بصوا اول يوم في الاجازة مين فيكو مين العين انت وليد عين وصبتني مين العين بقى اللي ما خلتنيش اكمل 24 ساعة غرفة الطوارق الامريكية مجهزة تجهيز يعني رائع جدا وفي مستشفيات كتير بتبقى عبارة عن غرفة منفصلة بس بيناك وبين الغرفة اللي جنبك ستارة بس بتبقى مجهزة بكل الامكانيات يعني مثلا في غرفة الطوارق في المستشفى بتاعة UCLA في لوس انجلوس في تلفزيون بيحطه لك وانت قاعد بتستنى عشان الدكتور يخش عليك ويجي عليك الدور غرفة الطوارق في هذا المستشفى الضخمة مثلا فيها سيارة الاسعاف بتدخل لغاية داخل غرفة العمليات لغاية باب غرفة العمليات ينزلوا المصاب ويدخلوا ربنا ما يورينا الحقيقة مستوى من الأداء عالي جدا زي اللي بنشوفه في الحلقات بتاعة التلفزيون بس أنا طبعا مني وبين الجنبي ستارة ولسه الدور ما جاش علي فكل شوية واحد داخل عينه مقلوعة راسه مفتوحة وقاعدين يخياطه وقاعدين يعمل وانا بقى عمالة شوف الحاجات دي وفي حالة زعر لغاية لما جالي الدكتور قال الشعة هنشوف ايه المهم شالوني بقى وبتلقيت بقى عكا كيس داخلة كرسي بعجل داخل حاجات كده غريبة وبعدين حاجات مريبة بيجيبوها وبياخدوا مقاس رجلي وبيجيبوا حاجات وبيلزقوا عليه حاجات المهم يعني انه بعد ما عملت كذا اشعة واشعة مقطعية وقصة طويلة عريضة يا جماعة يعني اهتمام زائد عن الحد الغاية لما تأكدوا بالزبط هما هيعملوا ايه فقال لي مش عايزين رجلك واضح انها مشروخة ومش عايزين تعبطلوا اه السمانة انترشقت العظم انكسر المهم قالوا لي لازم نعملك فيبر جلاس يعني نوع من التركيب كده بيركبوه بلفو رجلك بيه تعودي بيه كده ما تتحركيش كذا يوم لغاية لما توفكيه عشان تركيبي البوت بقى ده المفاجئة الجميلة اللي انتوا شايفينها وبعدين دخلت بقى مرحلة صعوبة الحركة صعوبة الحياة ازاي كل لحظة وكل ثانية بتبقى درس للانسان انه يقول احمدك واشكرك يا رب لانه الواحد بيتطر انه يعتمد اعتماد شديد على الاخرين اللي شفته بقى انه انا طبعا لما بقيت انزل اروح المستشفى او صديقتي الغالية نهاد فرج في امريكا ما سبيتنيش الحقيقة وبقيت تشيل الكرسي بعجل وتحط الكرسي بعجل وتاخدني وتزقني وتجبني كانت ترخرها فبشكرك يا نهاد ومش عارفة اقولك ايه على رقتك وليلة صديقتنا سلفتني الكرسي بتاع والدتها يعني كان فيه اهتمام بيا عشان يساعدوني اني اتحرك لكن درس درس جميل جدا يعني يخلي الواحد ليل ونهار يقول احمدك يا رب على كل نعمة من نعم الخالق سبحانه وتعالى وتعلمت بقى اني امشي على العكاز وفي المسافات الطويلة يبقى فيه الكرسي عشان بقى نخلص الموضوع الجميل ده عايز اقولكو انه حضر لنا بقى السمانة انقطمت عشان نسمعها من ماري مونيب انه نهاد ونبيل عملولي بقى عشا علشان يعني ازاي وجابولي بقى كرسي احط رجلي عليه كان لازم دايما وانا قاعدة بقى رفع رجلي كده وقاعدة عاملة كده فانا دخل بقى على العكاكيز عشان اقعد عندهم ونتعشى في البيت ومعانا جمع من المصريين العبقرة الطب والهندسة والاسادزة الكبار الموجودين في امريكا في لوس انجلس فكان معانا الدكتور البيار وزوجته الجميلة الدكتورة مجدا البيار فهو يعني شافني كده دخل وانا بمشي على العكاكيز فهو الدكتور قالولي امشي يعني ما تخطيش تقل على رجلك لازم تخطي تقل على العكاكيز وتدوسي على رجلك السليمة فانا بقى بعمل كده من يوم ما طلعتها من المستشفى لقيت الدكتور بقى بقولي انت ماشي على العكاكيز غلط قلت له ازاي قال لي انت بتدوسي على رجلك المكسورة فتخيلوا بقى فضلت يعني المهم ربنا ما يوريكو حاجة وحشة ابدا بس هي عين وصابتنا موسيقى موسيقى موسيقى